يسكن خليل إبراهيم على بعد عشرات الأمطار فقط من منزله يتفقده من بعيد من دون أن يتمكن من الاقتراب منه لتمنعه عنه سواتر عسكرية تقسم بلدة تادف بين قوات النظام والفصائل الموالية لأنقرة في شمال سوريا أنا ساكن ببيت واحد من أصدقائي بيتي ببدأ عني تقريبا شيء 300 متر أو 350 متر بعد الجامعة اللي أمامنا وتهجرنا ونزحنا من 2000 من أواخر 2015 حتى الآن نحن مهجرين ومع أنه ما كان نبركفي وبركنا هنا على خط الجبهة بصفة أنه لا نقدر أن ندفع آجارات بيوت لأن كلها تسارت لبيوت آجاراتها بالنار في العام 2017 سيطرت قوات النظام بدعم روسي على بلدة تادف بعد معارك مع تنظيم الدولة الإسلامية وتزامن هجوم قوات النظام مع عملية عسكرية قادتها تركيا والفصائل الموالية لها في المنطقة ذاتها ضد التنظيم المتطرف والمقاتلين الأكراد ومنذ ذلك الحين تتواجد الفصائل الموالية لأنقرة في أحياء في شمال تادف فيما تسيطر قوات النظام على الجزء الآخر من البلدة وفي أحياء تادف الشمالية تقطن عائلات تتحضر أساسا من البلدة وآخرون من أقرباء مقاتل الفصائل أما الجانب الآخر فشبه خال سوى من قوات النظام من الفقر ومن الاستحكام بالأجارات وقلة المال وقلة العمل خلال الناس ترجع لهون يعني تبرك تحت الخطر تبرك تحت الخطر كرمال أنه يتقاوى بيبنزل غرفتين ومنتفعاتهم أو غرفتين وسقف بحيث أنه ما يبرك بخيمة وتعد تادف اليوم البلدة الوحيدة التي تتشارك قوات النظام والفصائل الموالية لأنقرة السيطرة عليها ومنذ تقاسم السيطرة على البلدة لم يحاول أي من الطرفين التقدم على حساب الآخر ولن تشهد البلدة أي معارك باستثناء منواشات محدودة بين الحين والآخر